فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولا تكنوهم ولا تكنوهم تقول أبو فلان لأن التكنية للتكريم أكنيه إذا دعوه ليكرمه ولا ألطبه والسوات اللقب فالكنية هي ما صدر بأب أو أم قال بعضهم أو ابن هذه هي التكنية وهي للتكريم فلا يقال للكافر يا أبا فلان أو الكافر يا أمة فلان من باب التكريم نعم يلحق بها قول السيد فلان هذا أشد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد إنه إن يك سيدا فقد ظللتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم قال وأذلوهم ولا تظلموهم أذلوهم ولا تظلموهم انظر إلى العدل نعم أذلوهم يعني لا تكرموهم تجلوهم وتقدموهم لكن لا تظلموهم بأن تعتدوا عليهم وتقول هذا من إذلالهم لا الظلم لا يجوز لا مع المسلم ولا مع الكافر ولا مع أي أحد قال تعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُوا قَوْمٍ على ألا أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا فلا يجوز التعدي مطلقا لا على المسلم ولا على الكافر وليس هذا من إذلاله وإنما هذا هو الظلم الممنوع وإنما المراد بإذلالهم يعني عدم تكريمهم